في الجبهة الغربية من محافظة مأرب عادت المواجهات أشد من سابقتي وهي الجبهة الوحيدة في المحافظة المتمثلة في أكبر مديريات مأرب صرواح لم تعود المواجهات فيها كما كانت مطلع الحرب قبل نحو ثلاث سنوات فالقتال الآن الذي يشتد يوما بعد آخر يشهد تحول النوعي إذ يتحول معه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من حالة الدفاع إلى الهجوم المستجدات على الأرض تؤكد تحرير الجيش أحد اتباب في جبل مرثة الاستراتيجي وتحقيق تقدم في الجبهة المستعرة وتقول المصادر الميدانية أن اشتباكات اندلعت في الساعات الأولى من مساء أمس الأول تكبدت فيها الميليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواع صاحبها قصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الميليشيا بجبل هيلان وذكر مصدر عسكري أن أفراد الجيش الوطني تمكنوا من تحرير مواقع كانت الميليشيا تستخدمها في استهداف مواقع الجيش حجر الزاوية في معادلة تخليص مأرب من الميليشيا نهائيا هي صروع حيث تلعب دورا بارزا من موقعها الاستراتيجي وأهميتها هنا في قطع خط الإمدادات على الإنقلابيين القادمة من صنعها فالمديرية التي تضم أكبر سلسلة جبلية في المحافظة أعلىها جبل هيلان وجبل مرثد والمشجح لعل أحد أبرز نتائج السيطرة على هذه الجبال والتلال تتمثل بقدرة الشرعية على استخدامها منطلقا للتحرك نحو العاصمة صنعاء التي تبعد عنها بما يقارب 130 كيلو مترا شرقا وتتيح للجيش الوطني تطويق صنعاء من تخومها الجنوبية اشتركوا في القناة